موسيقى مرحبا معكم راميره اليوم احنا جامعة في كورس اليوم انا عمل تجربة مقالنة بين المنتج العربي بدك من المنتج العربي كافي و الكافي للمننتج العربي و المال signific بالتعبئة بالتم tبئة من المنتاج العربي والتبئة و العالي والتبئة و الملون المعلمة رح يذوقوا رح يجي ناس يذوقوا لكل المنتجين رح يحكم على الطعم من خلال تذوق ليس من خلال انهم مشاو الشركة اشتركوا في القناة 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 طبعاً منظر الجندي الإسرائيلي وهو بيصوّر بمرض وطبعاً منظر العلم الفلسطيني والقوة اللي يعني ممكن يكون هي في المقاطعة في الحق أن كل شيكل إحما من نتبعه لمنتجات الإسرائيلية هو كل شيكل بروح لشرائة ميشترو الإسلاح لأن شراءنا التوزينة والعصير الإسرائيلي والمنتجات الإسرائيلية ندعم الاحتلال الإسرائيلي في قط أفضلنا وقط أفضل فلسطين لا نخلل الاحتلال يخسر بس نخلل مقاطعة التوزينة محياتنا كلها فيها الاحتلال ومنتجات الاحتلال البعض بقول شو التوزينة بدا تسوّل؟ انتو بتطعوا التوزينة نحن بادين في التوزينة بادين في التوزينة وبعدين جايين على اللي ورا التوزينة واحدة واحدة بس الميزة بالحملة اللي بنسويها إنها لأنها ركزت على منتج واحد ممكن قياس النتائج وأنا بقول لكم بخلال أسبوعين انخفط استهلاك التوزينة بنسبة 70% في الغراضي الفلسطيني المحتاج وهذا دليل على إمكانية النجاح نحن نؤمن أن التوزينة الإسرائيلي هي واحدة من الأشياء والمثال بربعشات المحتاج المحرات من دولارات الأسفرية من يعتبر أن الإسرائيل يمكنك مهتمرت بنفسها من تسلقه الأشياء من 3.24 حوال أمام أشهر في الأمام والمقام اللياه وفضل تحويل الجزي والموطنة بحاجات يحاول تشهد إلى استعمال الناس والمعارات والمواجتمع والمقارات المتلائية ونحن نقول لامسين الإجابة بالنفصيل ونحن نحن نتوقع مديد إجراء الإسرائيل ونحن نطلب قرارة عبد الحرارة بالاعتبار على تجوز الموزين بالنعام على عمر الإسرائيل جميلة ونحن سؤال للإعجابة استخدام ينبطها ونحن نقلع كل الإسرائيل والأرامل هو إعجاب الإجراءية كامل وصغر حقايا وإجراء ربع مدرورة القارات نحوظون66 teach that if we bring down the consumption of Israeli products by 10% and to increase the Palestinian production we can create 100,000 jobs immediately for people who are suffering from severe unemployment in Palestine especially the young people who are graduates ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكل المنتجات السريونية، ليس بس الإسرائيلية، ليس بس مستوطنات نظريه بطريقة ممتازة لنقاومة الاحتلال كما نعرف إسرائيل دولة راسمالية وبهمها كثير المصاري أكثر ما بهمها الدين هذا دليل على أن الصراع ليس ديني يعني هم بهمها بس اقتصادي هي واحدة من أشكال المقاومة المفروضة الموجودة عن كل الشعب الفلسطيني لأنه إذا لم نحسنها بس على سياسة على ناحية أهل البلد أعتقد أنه أكثر من الأشياء في مقاومة بالأسرائيل لأن تكون مقاومة الأشياء بالأسرائيل ومع الأشياء على الأمور الأسرائي والمقاومة الإسرائيلية هو مهمة للأسرائيلية في أوروبا وفي أولاد المستوى ومع الأشياء سنة أكيد لأننا مقاومات والصناعات فلسطينية أنقوا أفضل من المستوطنات حتى صناعة المستوطنات جزء كبير منها من المواد المسرطنة والمواد المضيرة للإنسان تسوقوها في السوق الفلسطينية ما لإلم أنها ممنوعة تتسوق في إسرائيل كمان في الدول الأوروبية أكيد أشجع أصلا زوال الاحتلال ليس بس المقاطعة بس بالمقابل نعم على أن المنتجات الفلسطينية تتحسن ترتقي إلى المستوى المطلوب هذا الشيء يعتمد على تسجيع الشعب أو تسجيع المستهلك الفلسطيني ودعمه لأنه في النهاية نفس المنتج بس اللهم أنه المسمى ممكن يكون مختلفة موسيقى الحقيقة هذا موضوع مهم جدا وحساس جدا وخصوصا في الظروف السياسية والاقتصادية اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني المقاطعة هي من البنود الرئيسية للنضال الشعب الفلسطيني مقاطعة المنتجات الإسرائيلية يبتعني عدم دعم المستوطنات الإسرائيلية عدم دعم المنتوج الإسرائيلي فعلينا مقاطعة تامة حتى لو فيش عنا بديل بدي أحكي لكم أكام المثل مثلا الجنيدي بالخليل قال أنه أنا بقدر أغط ضف الغربية في منتجات الألبان ولكن ليش إحنا منتوجهش لجنيدي إذا عنا أي ملاحظة لأي منتوج فلسطيني علينا أنه نوصل له هذه الملاحظة حتى يحسن إنتاجه لأنه طبعا الشعب الفلسطيني بده إنتاج جيد وأنا بعتقد أنه إحنا إذا تابعنا أي ملاحظة لأي إنتاج عليه ملاحظات بنقدر إنحسن هذا المنتوج فالمقاطعة الضرورية جدا وخصوصا كمان مرة بدي أقول في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المنمور فيها المقاطعة تعني عدم دعم الحرب الإسرائيلية المستوطنات الإسرائيلية المنتوج الإسرائيلي فبكل قوة أنا بدي أحكي لكم مثل رائع جدا المرح كنا في اعتصام الكريم زين في بيت جالة إنه بديوا يستولوا على أرض كبيرة 14 ألف دونهم كانت بيت جالة هلأ راح تصفي أربع تلاف دونهم بهذه الجدار العنصري الموجود فطفلين بقولولي إنه إحنا ساعدين جدا إنه إحنا ولا إشي في بيتنا من الإنتاج الإسرائيلي أنا عمالي بحكي لطلاب صفي أنا بحكي لصحابي إنه طفل صغير بقول أنا بحرف إنه أنا إذا اشتريت منتج إسرائيلي راح تكون بندقية في صدر أخوي هذا المنتج أو هذه النقود الفلسطينية فمن هذا المنطلق علينا المقاطعة التامة لأي إنتاج إسرائيلي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة